موسيقى 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 اليوم نحسنا داخل أسوار السجن أننا نبحل جميع النساء العالم نحسن لهم بيوم العالمين المرأة وحزن المرأة الحكومي لزيارة جميع الملكية وهذا إحساس جيد وذلك نعيش بقى نساء العالم ونستفدهم الرياضة ومثل هذه الرياضة للجامع تحسب لهم يجب أن تستفدهم الرياضة للجامع السجناء لا نستفدهم الرياضة نحن لا نسينا لأننا نحن لا ننسى لأننا نحن لا نسى لأننا نتثقل قد يجعل حجيز بيننا وعالم الخارجي زيارة لنا تمثل بأننا رماناسين مواطنين ولكن مواطنين سجنة هذا الشرف لنا نشوفها لا في وسط السجن ولا خارج سجن هذا الشرف لنا وهي بطلة لنا ونفتخروا بها وليدنا قالوا ونقلوا لها كل احترام والتقدير الوالدة الجالي والمرأة كانت تحاربوها ولكن علاقة بالولداتها وعلاقة بالأنها تبتل وجودها والقيمة في المجتمع هي محور وساس ومبادئ اللي يجعلها كل المجتمع يكون في أحسن صورة والتي هي أمي والزوجات والأخي أنا فرحانا بزيف حاجة يجب ان ترمونا نروشين الحابس بزيف الحواج بالعكس فرحنا اليوم بزيف يوم كبير زوين بالنسبة لي يوم دي الممي يوم دي الجده يوم دي الخالجي يوم دي الخالجي فرحانا بزيف ماما كان بغاك بزيف وشكرا بزيف حيش وقفت معي في هذه المحنة بسمحيني بزيف أم شي حاجة كبيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله احنا نحتفل بعض النهار اللي هو مناسبة عظيمة بالنسبة للمرأة أو بنسبة لنا كنزيلات ونشكره جميع الناس الأطر اللي صهروا على هاد التظاهرات الطيبة لان المنزيل كيكون اي حاجة كتفرحه وستخطوه في هاد المناسبة وكن استغل فرصة باش نشكر جميع الناس اللي هما صهرين على هاد شي لان ما كيقصرواش من جهدهم باش كيعونونا وكيسهلوا علينا هاد الظروف الصعبة اللي كندوزوا منا وخاصة شي حاجة اللي كتعجبني بزاف وكناسح لها هي العلم هي محاربة الجهل وحنا يتمكننا باش ندوزوا واحد ليستاج باش نعلموا الناس المساكن ليهما ما كيقرأوش وما كيكتبوش لان خارج الأسوار ما كيتتحش ليم هاد فرصة لانه كيكونوا يقلبوا على لقمة العيش وهنايا كيخرجوا من ظلمات الجهل الى نور المعرفة الحمد لله رب العالمين